بعد النظرة العامة نشوف النظرة الخاصة مصر الآن الأمور تقترب جدا من الحدود المصرية إيه الحكاية وإيه الموضوع وماذا نفعل؟ أستاذ عمران ما أقوله الآن لم يقال في أغلب المنصات الإعلامية على الأقل بالصراحة التي سوف أتحدث بها تهدر فينا مصر والعلاقات المصرية الإسرائيلية إلى ما قبل 7 أكتوبر كانت علاقات جيدة ما بعد 7 أكتوبر أستطيع أن أصفها بأنها علاقات متوترة وربما متوترة جدا وهقول بعض الشواهد الأساسية وهعمل مقارنات بعدين وأقول إيه السبب؟ أولا بعد 7 أكتوبر فجئنا مصر حضرت سيارات محملة بالدعم لإخوتنا وأهلنا في قطاع غزة إسرائيل قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني أربع مرات أثنين هددت بأن أي سيارة شاحنة تدخل عليها مؤنوا مساعدات سوف تقصفها ثلاثة بعد الجهد الدبلوماسي والضغط المصري والدولي سمحت إسرائيل بنقطت أنه 20 عربية ماشي قالك لا العشرين عربية دول ما يدخلوش على غزة خانيونس للأونروا لا ده يروحوا العوجة الأول يتفتشوا ولما يرجعوا ينزلوا بضعيتهم وينقلوها على شاحنات فلسطينية أما الشاحنات المصرية لا أما تخشش طيب ماشي المرة اللي فاتت قلنا أن نوقفوا الإمدادات بالغاز من حقل طمار طيب إيه كمان بس رجعوها رجعوها بس أطعوها في الأول ده جزء من التوتر في العلاقة الأهم المصريين الموجودين في قطاع غزة سواء المصريين أو متجنسين مصريا واحدة ستة مصرية متجوزة واحد فلسطيني وجابت لولادها جنسية وهكذا وعددهم يفوق ما بين 30 إلى 40 ألف وبعض التقديرات أكتر من كده أنا عشان مصري أروح من أي بلد أنا فيها بعضها تسكرة بركب طيارة ولا أتوبيس بروح بلدي إذا بلدي لها علي حاجة بتوقفني بقى في المطار أو بتحولني أو بتقول لي مع السلامة أو أي حاجة الآن عشان أي مصري يطلع من قطاع غزة بيبعث باسبوره الأول لي السفارة المصرية في رام الله والسفارة المصرية في رام الله تبعثه للإسرائيليين والإسرائيليين يشيكوا عليه دا كان لي علاقة بحماس ولا ملوش إذا ملوش بتديله أوكي اطلع إذا لي بتقولك لا ما يطلعش أنت عايز تقول لي أن المصريين بيسلموا الباسبورات بتاعة المصريين للإسرائيليين بيبعثها لسفارتنا في رام الله للسفارة المصرية في رام الله ثم السفارة المصرية في رام الله بتبعت كشفات للإسرائيليين بيشيكوا عليها وده مش بس للمصريين بس للمصريين بالذات لكل الجنسيات الأخرى عشان أي ضب الناشوناليتي يطلع لازم الإسرائيليين يشيكوا عليه إذا لي علاقة بحماس بيقعد حتى لو كان مع جنسية أمريكية بس للمصريين يبعث باسبورة أو هيوية طب إيه سبب التوتر ده إيه ليه سبب التوتر هنعمل مقارنة بس قبل ما نقول سبب التوتر بإخواتنا وأشقاءنا وحبيبنا وربنا يزيدهم بدل المستشفى يعملوا لنا خمسين مستشفى في غزة لأنه غزة محتاجة خمسين مستشفى مستشفى ميدانية في وسط هذه الأزمة الأردن تمكن وهو الذي سحب سفيره من إسرائيل من إسقاط مواد طبية بطيارات أردنية دخلت فوق غزة وسمحت إسرائيل لها بإسقاط مواد طبية من الجو ثلاث مرات مش مرة واحدة ثم سمحت إسرائيل لأربعين شاحنة زي ما حضراتكم شايفين أربعين شاحنة تدخل وعليها مية وسبعتاشة ودي طبع فيها مؤلدات كهرباء كمان طبعا وولي العهد الأردني جاء على العريش والتقى بالأطخم وقال لهم شدوا حلكوا دول شعبنا ولازم نساعدوا إلى آخره أنا بقول مرة تانية هذا جهد مشكور وأخوي وعزيز علينا ولو كل الدول العربية كل واحد يقدر يدخل مستشفى ياريك الإمارات عملت كده ما هم يتكلم بقى سمحوا للإمارات بإدخال مستشفى تاني طيب إيه بقى المشكلة 160 أنا ممنوع أدخل أنا ممنوع أدخل شاحنتي شاحنتي اللي عليها دو أو أك ممنوع تدخل لخان يونس للأناروا لأ